السلام عليكم في الحال موكسر جايب وزيلا معنا فيديو تجيب القناة السلسلة أخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية فأتمنى بل ما نودع تلعب منه بزر لك تشترك بالقناة إذا ما كنتم مشترك ورابط حسابي بالتويتر تحت بالتسكريبشن روح وتابعني عليه فخلينا نبدأ الآن من اللعب الأول عنه واللي هو لوكاس مورا طبعا ذكر التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي انتر ميلان يريد تعاقد مع لاعب فريق بريسن جرمان والمنتخب البرازيلي لوكاس مورا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذكر موقع الكالشو ميركاتو أن إدارة النيراتزوري تطمح لضم الدوري البرازيلي إلى صفوفها من أجل تقوية الفريق للعودة للطريق الصحيح في الموسم المقبل وأضاف الموقع الإيطالي الشهير أن فريق انتر ميلان يانو استغلال عدم مشاركة صاحب الخمسة وعشرين عام بصورة أساسية مع بريسن جرمان وأقناعه باللاعب أساسية معهم طبعا الجدير بالذكر أن في حالة تعاقد مع لوكاس مورا ستكون صفقة مميزة وخير بديل للكرواتي إيفان بيريسيتش اللي بتطارده يعني عدة أندية كبيرة وأبرزها نادي ماشيستر اونايتيد فصراحة المنتهل يعني أيضا تكون صفقة جدا ممتاز اللاعب أيضا مع بريسن جرمان مقدم أداء جدا يعني يعتبر جيد جدا فعندك لعب الموسم الماضي 53 مبارا سجلت 16 هدف وصنع 11 هدف واللعب ما زال سنه صغير 24 سنة فبإمكانه ينتقل النادي انتر ميلان فهذا بالنسبة للعب الأول ننتقل الالعب البعض عنه اللي هو لوكاس ليما طبعا أكد التقرير الصحفي أسباني على أن برشلونة أكمل بالفعل التعاقد مع لوكاس ليما ناجم خط وسط فريق سانتوس البرازيلي على أن ينضم اللاعب إلى صفوف النادي الكاتالوني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2018 طبعا صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية المقربة من النادي الكاتالوني أكدت في تقريرها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن النجم البرازيلي لوكاس ليما سيكون أول أول صفاقات برشلونة الشتوية قادمة من سانتوس طبعا لو اللاعب إيجا في سوق الانتقالات الشتوية فرح تكون صفقة انتقال الحر لكن لو إيجا في سوق الانتقالات الصيفية هاي ما زال يعني اللاعب حاليا يمتلك عقد مع نادي سانتوس وبإمكانه ينتقل بعد ما ينتهي هذا العقد وطبعا أشارت الصحيفة يعني أن عقد لوكاس ليما ينتهي في 31 ديسمبر 2017 وجاء تعاقد النادي الكاتالوني مع اللاعب بتوصيع من والد نيمار الذي يعمل كوكيل أعمال اللاعب وكان اللاعب يعني مطمعا لعدة أنديا كبرى من أوروبا فاللاعب يعني لاعب ست مباراة لغاية الآن بهالموسم وصنع خمس أهداف أحصائية جدا ممتازة صراحة بالنسبة للعب وهذا بالنسبة للعب الثاني ننتقل على الخبر اللي بعد عنه والذي هو انتقال اللاعب ويسلي شنايدر إلى الدوري الأمريكي طبعا أفاد التقارير الصحفي عن الهولندي ويسلي شنايدر يقترب من الرحيل عن صفوف ناديها جالة صراي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة وقد تكون الوجه هي الدوري الأمريكي وطبعا ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ويسلي شنايدر صاحب 33 عام قد ينضم إلى كتيبة النجوم الذين فضلوا اللاعب في الدوري الأمريكي بدل الاعتزال طبعا كتير يعني كترت اللاعبين ينتقلوا للدوري الأمريكي خلال السنوات الماضية فأشرت الشبكة أن عاقد شنايدر مع فريقه قالت صراي سينتهي في عام 2018 ولكن إدارة النادي ترغب في بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية وكشفت أن شنايدر يعني ينوي استمرار بالأوروبا لكن إذا لم يحصل على أي عرض فسينتقل إلى الدوري الأمريكي وفي نادي يعني اسمه مونتوريال إيمباكت مهتم بتعاقد مع اللاعب فصراحة ما بتمنى أنه يتعل الدوري الأمريكي صح أنه صار يعني عمره 33 سنة ويعتبر سنه كبير شوي لكن بتمنى أنه يرجع لأحد أنديات عمالقة أوروبا ويعتزل يعني بشي نادي كبير فهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه واللي هو رومالو لوكاكو طبعا ذكرت عدة تقارير صحفيه أن نادي مشاستر يونايتد يخطط للتعاقد مع البلجيكي رومالو لوكاكو لتعويض طبعا رحيل إبراهيموبيتش بمبلغ مالي كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية وطبعا ربط اسمه لوكاكو بالرحيل عن صفوف ناديه إيفرتون وهذا بعد تصريحه عن رغبته في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسط اهتمام من يعني أنديك كبرى بقارة أوروبا أو القارة العجوز وطبعا ذكرت صحيفة الميرو الإنجليزية أن نادي مشاستر سيتي يعتبر أو عفوا من مشاستر يونايتد قريب جدا من ضم اللاعب مقابل مبلغ مالي كبير يقدر بـ 80 مليون يورو أو احتمال أكتر من هيك وطبعا أشارت الصحيفة أنه مشاستر يونايتد لم يستسلم يعني بشأن التعاقد مع لوكاكو سيعرض مبلغ أكبر في حال تم الرفض فأحصائيات الموسم الماضي لعب 39 مبارا سجل 26 هدف وصنع سبع أهداف فاللعب ما زال عمره 24 سنة يعني يعتبر لسه صغير بالرغم من أن شكله يعني يتحس أنه أكبر من 24 سنة وطوله 191 سنتيمتر فهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على الخبر اللي بعد عنه وهو انتقال مانولاس إلى نادي زينة الروسي طبعا ذكرت قر الصحفي أن نادي زينة سان بيتروسبورغ الروسي يريد الحصول على خدمات اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق وأوضحت التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن إدارة النادي الروسي مستعدة لتتقديم مبلغ مالي كبير من أجل ضمن المدافع بالإضافة إلى تقديم راتب سنة ويصل إلى 3 مليون يورو بالنسبة للعب اللاعب ما أظن أنه يطلع من روما اللاعب مؤدي أداء أسطوري مع روما فصعب جدا أنه يطلع من نادي روما طبعا الموسم الماضي لعب 41 مباراة معدل أطع الكرة عنده 2.1 فلعب ما زال عمره 26 سنة وطوله 189 سنتيمتر فهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على الخبر اللي بعد عنه واللي هو انتقال اللاعب كيتا بالدي إلى نادي يوفنتوس طبعا ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورد عن الإمكانية توسل بالدي لاتفاق مسبق مع نادي يوفنتوس من أجل الانضمام إلى صفوفهم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وطبعا ينتهي عقد بالدي مع لاتسيو في صيف 2018 مما يجعله قادر عن الانتقال بيوفنتوس بشكل رسمي في يناير من العام المقبل بدون أن يدخل الناديين في مفاوضات حول الصفقة وبدون دفع أية أموال نظير فسخ عقده قبل أن يرتدي قميص سيدة العجوز مع انطلاق موسم 2018-2019 يعني بإمكانه لو انتعل هذا الموسم فصفقته راح تكلف بحدود 25 مليون يورو لكن لو ما جدد عقده مع النادي وانتعل يعني بالموسم تقريبا لبعد القادم فبإمكانه أن ينتقل مجان اللاعب سنه صغير 22 سنة عمره طول 184 سنتيمتر عندك لعب 34 مباراة هذا الموسم سجل 16 هدف وصنع 6 أهداف أحصائيات تعتبر جيدة جدا الصراحة بالنسبة للعب وطبعا هذا كان بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على الخبر اللي بعد عنه وهو انتقال اللاعب ليباندوسكي إلى نادي تشيلسي طبعا ذكرت تقارير الصحفية أن أنتوني كونتي مدرب نادي تشيلسي يخطط لشراء ليباندوسكي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد إعلان يعني عن الرحيل لدياكو كوستا فاللعب يعني جدا ممتاز لكن ما بتوقع أن يطلع من بايرن ميونيخ طبعا أشرت قرير الصحفية المانية أن علاقة المهاجم ليباندوسكي صاحب 18 عامة مسؤولي بايرن ميونيخ أصبحت غير جيدة في الآونة الأخيرة مما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل وذكرت صحيفة الديلي ميرور الإنجليزية أن أبطال الدوري الإنجليزي تشيلسي يرغبون بشدة في التعاقد مع ليباندوسكي من أجل تعزيز خط هجوم البلوس خاصة مع اقترب رحيل الإسباني دياغو كوستا وطبعا أشارت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي دخلوا في محاوضات جدية مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل الظفر بخدماته لهاد اللاعب ننتقل على الخبر اللي بعد عنه وهو انتقال الحارس أدلر إلى نادي ماينز طبعا تم شكل رسمي انتقال الحارس أدلر من نادي هامبورغ إلى نادي ماينز في صفقة انتقال الحرب بعد انتهاء عقده يعني مع نادي هامبورغ اللاعب يبلغ من العمر اتنين وتلاتين سنة وطولة مية وواحد وتسعين سنتيمتر طبعا الموسم الماضي لايب تلاتة وعشرين مباراة طلقت شباك واربعين هدف وعملت مانة كلين شيت احصائيات سيئة تعتبر بالنسبة للحارس بحكم يمكن العمر وهيك تقدر تقول لكن الحراس يعني المدة الطبيعية لهم يعني ممكن يلعب للخمسة وتلاتين سنة ويكونوا مقدم اداء جيد فهذا بالنسبة لهذا الحارس ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه واللي هو انبابي طبعا كشف التقارير الصحفية انجليزية عن موافقة ادارة نادي موناكل فرنسي بشأن بيع لعيبها المميز كيليان مبابي الى صفوف فريق نادي ارسنال انجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة وطبعا ظهر مبابي صاحب الـ 18 عام بشكل مميز بع فريقه موناكل موسم الماضي بعد احرازه 26 هدف مساعدته للفريق بالفوز بالدور الفرنسي والوصول لنصف نهاية دوري ابطال اوروبا وطبعا اشارت التقارير الصحفية عن اقتراب نادي ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي لكن صحيفة الديليغراف الانجليزية ترى ان نادي ارسنال اقرب للتعاقد مع مبابي فذكرت الصحيفة ان ادارة نادي موناكل قد وافقت بشكل مبدئي لبيع اللعب الى نادي ارسنال خلال هذا الصيف بالرغم من اهتمام ريال مدريد بيضمه واشارت ايضا الصحيفة ان في اخر الامر سواء استمر مع موناكل او لا فراح ينتقل احد اندي الكبرى مثل ارسنال او ريال مدريد فصفقة احتمال تكلف مبلغ كبير جدا خاصة ان اللاعب عمره 18 سنة واداءه جدا خرافي بايمكانه ان يتطور اكتر من هيك فالموسم الماضي لاعب 44 مباراة سجل 26 هدف وصنع 14 هدف احصائيات اسطورية بالنسبة للاعب عمره 18 سنة يعني عمره 18 سنة وعنده احصائيات فتعتبر جدا ممتازة فهاد بالنسبة لهذا اللاعب طيب ننتقل الى الخبر اللي بعد عنه اللي هو انتقال لاعب وفخر العرب ومحمد صلاح الى نادي ليفربول طبعا اعلى النادي روما الايطالي رسميا عن انتقال لاعبه الى الصفوف ليفربول الانجليزي مقابل 42 مليون يورو او 35 مليون جنيه استرليني تقدر تقول ووفقا الموقع الرسمي للنادي الايطالي طبعا سيتضمن صلاح الى نادي ليفربول في بداية سوق الانتقالات الصيفية يوم واحد يوليو القادم يعني في صفقة 42 مليون يورو كلفت الصفقة واشار الموقع ان الصفقة تتضمن اضافات متعلقة باداوه ونجاحه مع ليفربول بقيمة 8 مليون يورو وطبعا انضم محمد صلاح الى نادي روما في صيف عام 2015 معارم من نادي تشيلسي قبل ان يتمم روما صفقة انتقال نهائية في نفس العام وبالموسمين يعني اللي لاعبه مع نادي روما طبعا سجل 34 هدف ب38 مباراة وعندك الموسم الماضي لعب واحده واربعين مباراة سجلت ستاشر هدف بوصنا خمستاشر احصائيات جدا ممتازة بالنسبة اللعب واللاعب ما زال سنو صغير خمستاشر سنة اه وعفوا ان خمسة وعشرين سنة فعمل خمستاشر اسيست هاد الموسم ايضا فاحصائيات جدا ممتازة الصراحة في يعني يعني لاعب جدا خرافي يعني من افضل اللاعبين الصراحة الاجنحة لاعب جدا سريع اه حتى في مدافع بده يرقب وفرح يتعب معه بشكل كبير لعب من اللاعبين جدا خرافيين بتوقع انه مع مدرب مثل يورجن كلوب رح يبدع بشكل اكبر نتأمل انه محمد صلاح يبدع بشكل اكبر مع يورجن كلوب وان شاء الله نشوفه يكمل احسن لعبين بالعالم فهدي كان بالنسبة لهاد اللاعب وبنسبة لهاي الحلقة من سلسلة اخرى خبار سوق الانتقالات الصيفية فباش شباب يكنك وصل نهاية الفيديو اتمنى فيديو اعجبكم اتمنى دعمكم بزر اللايك وشارك بالقناة ده ماك تمشترك واذا عندك اي اقتراحات تكتب لي تحت بالكومنتات فبس هدري كان عندي اليوم اشوفك على خير في ديها الجاية في امان الله